وانا نظن انه كنا تكنمنا على السيفي اللي تحطوه في الأول في الاتحادية في أول يوم بعد اللوجنة اللي أنا شخصيا قلتها لك هنا وقالها لك لكم ما كنت ما من بها خلاص لكن المدربين الكبار ما تقدرش تسيبهم ليهم ربما نظن انه بلاديمير بيتكوفيتش لهذا قلت لك الاسم الواحد ربما اللي عنده حضود كبيرة انه يكون على رأس المنتخب واليوم بيتكوفيتش على رأس المنتخب يعني ما تقدرش انت تجيب المراكس تسيب مدرب نقوله المنتخب تعالى لازم قلناها شاك فيها لازمنا مدرب عالمي لازمنا انجازات والقاب والدهب إلى المونديار يقدر يجينا مدرب عالمي شيخ ناصر ما تسيبه شونا كح تسيب مدرب عالمي كح تسيب اقدر ساكور باليريو كي ما نقوله حتى لو نفترض مثلا جوزي مورينيو هو بدون عقد حاليا بعد الفسخ عقده مع روما هل سيقبل جوزي مورينيو بتدريب المنتخب الوطني مثلا إذا ما تحدثنا عن المدرب العالم لا ما تقدرش تكلم على جوزي مورينيو ولا لانه عنش القيمة المالية تاو السوقية تاو لا ما مرتفعة من المستحيل انك تجيبه الافريقية ولا يدرب منتخب افريقي من المستحيل لانه الراتب بتاعه واحد خمسمائة الف ولا ستمائة الف اورو شهريا ما تقدرش تجيب مدرب مثل هذا لكن نظرنا انه الواحد اللي كان العنالية رأيي الواحد هو بيتكوفيتش اللي كان متاح نظرنا ان المفاوضات كانت اسهل مع مدرب كان قاعد عنده سنتين حسب رأيي مع ذلك المفاوضات كانت سعيدة او جاي الافريقية ما روش او جاي اللي احيان كونتينون قارة اللي مايعرفهاش لازم اقوله بكل صراحة علىك جاي لازم لازم وقت لازم تخمم لازم اشياء لكن نظن انا الشي اللي بين قوسين الواحد انه بيتكوفيتش عنده سنتين مايشتغلش هل مدرب سنتين مايشتغلش انا نظن من الصعب انك تعودتو الليل كما لاعبتها كورة قادم سيلا ممشوز لما تغيب شهرين وست اشهر او ثمت اشهر اصابة وتعود المنافسة من الصعب يعني لازم لك وقت نظرنا مدرب اليوم في الكورة الحديثة لانه اليوم كورة القادم في كل شهر كل شهرين ثلت اشهر فيها تطور في اشياء جديدة احتولوا كان ناخب المنتخب السويسري سيباريان ديتو لكن سنتين نظن انه هل انا قلت لك نزقة تستفهم يكون كما نقوله اجور هذه هي لكن يبقى مدرب كان مدرب منتخب السويسري اشتركوا في القناة